للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية محمد أهلا بك ومرحبا ماذا عن تفاصيل وفعاليات ومبادرات هذا اليوم من معرض الكتاب وحدثنا أكثر عن تفاصيل مبادرة الكتب المخفضة ونسبة الإقبال عليها نعم شيء ما هنا في معرض القاهرة الدولية للكتاب يزداد الإقبال ساعة بعد ساعة فكثير من جمهور جاءوا لشراء الكتب خاصة في ظل مبادرة الكتب المخفضة التي تحوي العديد من العنوين وبأسعار تتناسب مع كافة المستويات هنا حالة من التنوع ما بين دور النشر وما بين أسعار الكتب فكافة الأسعار متاحة ومطروحة للجميع بداية من الأسعار القليلة وصولا إلى الموسوعات القبرى خاصة أن هذا المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الزوار ليس من المصريين فقط وإنما من العرب والأجانب وخاصة أن هذا المعرض هو الأول عالميا جماهيريا ويشارك فيه 1047 دار نشر من مختلف أنحاء العالم خاصة أنه يشارك فيه دولتان للمرة الأولى هي دولة المجر والدومنيكان من إجمالي 53 دولة هي إجمالية عدد الدول الممثلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كثير من الفعاليات أقيمت اليوم على هامش المعرض من إجمالية بالطبع عدد 500 فعالية هي إجمالية عدد الفعاليات على مدار أيام المعرض بالكامل ضيف شرف المعرض وهي المملكة الأردنية الهاشمية شاركت اليوم بفعاليتين ثقافيتين الأولى كانت عن مستقبل صناعة النشر في الأردن والثانية عن نماذج ريادية للعمل الثقافي في الأردن هناك أيضا اهتمام بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة في معرض القاهرة الدولية للكتاب فإلى جانب السماح لهم بالدخول المعرض بالمجان يستطيعون أيضا توصيل كتبهم إلى منازلهم باستخدام البريد واستخدمت لغة الإشارة كترجمة فورية لأصحاب الهمم من ضعاف السمع والكلام لتسهيل عملية الاستعاب وضمان وجود المعلومة بصورة واضحة مما أثارا إيجابيا وطارت أثرا إيجابيا لدى أصحاب الهمم من معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد جمال مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا لك